في عمان أمراض الكلا شائعة جدا ويقدر أن ثمانمائة وخمسون مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض الكلا المزمنة نحن مع دكتور إقبال أحمد أخصائي أمراض الكلا في مستشفى بدر السماء سحار دكتور هل يمكنك توضيح سبب رؤية المزيد والمزيد من الأشخاص المصابين بأمراض الكلا في عمان هذه الأيام؟ كيف نعرف إذا كان الشخص مصاب بمرض الكلا أم لا؟ إن عليها الأيام الأيام في الأطبع الكلا أموات المناgili سابقات لا يوجد أي شخص المهم لكن العمو الأيام 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 من الأن في العمانة تتطور كلا أكثر منكي سيجورة كلا أموات المخلط الكلا أموات المتحدة والغمانات ومائية واحدة وغماناتي وأياما وكلا أفكار أموات اكتزات إذا any one of you has got any risk factor for kidney disease I am available at Перvilleiek Hospital so hard if you got any curious regarding the kidney health I am very happy to help you